والدفاع النفس انا اعتبره نفس الشفت التأمين الصحي هو موجود في مخباي بس ما بس استخدمه رفحت صوتك في البيت بيرفع صوتك بره نزلت صوتك في البيت ضحكت في البيت بيضحك بره سبحان الله الطاقة السلبية اللي عند الياهل خصوصا الحركة واللي حب يطق وجذيك اللي هتطلع في الجن يروح البيت بتحصل تغير سلوك أهدأ يكون أهدأ بس فيه تعاون اللي صاير ومارا للقواليس احنا ما تحذبنا علي اهل بنركب الاندرغراوند جامهير ارسنال طلعين من ملعبهم خسرانين هلأ اركب القطار الأغلى في الفترة الأخيرة تشوف فيديوهات حق ناس يتعرضون للسرقة أو أطال يتعرضون للتنمر وللأسف هذه الأمور من تشرب كثرة فأكيد إذا تشوف هذه المشاهدية في بالك سؤال ليش هالأشخاص تعرضوا للسرقة أو للتنمر وليش احنا ما نتعلم ندافع عن نفسنا ولهذا السبب أصدف اليوم أحمد الشروقي مدرب دفاع عن النفس وفي النوم قتالية عشان نتكلم أكثر عن هذا الموضوع خلكم معاننا في بودكاست ببساطة مع جاسم الجاسم أحمد الشروقي حياك الله ويونة مدرب دفاع عن النفس شنه يعني دفاع عن النفس؟ الله يحييك ودفاع عن النفس هذي شيء وايد مهم لكل الناس اللي يعني ممكن اللي يصير لهم أي شيء ممكن اللي يعرفون شو يدفون عن نفسه ودفاع عن النفس أنا أعتبره نفسه شفت التأمين الصحي هو موجود في مخباي بس ما أستخدمه والله لا يعوذني له والحمد لله رب العالمين نحن نحن في البحرين في أمن وأمان لكن السؤال ليش نحتاج الدفاع عن النفس؟ صح الدفاع عن النفس أحتاج بعض الأحيان لنطرق لي شيء اللي هازم ما أعرف أتصرف فيه سواء أتصرف فيه عقلياً ولا جسدياً الفرق بينه وبين الرياضة الرياضة فيه قوانين فيه حكم فيه فائز وفيه خسران وفيه نقاط وفيه وفيه تدريب وكلنا نتدرب شغلة معينة لكننا بالنسبة عند الدفاع عن نفس الدفاع عن نفس مختلف نهائياً شلون؟ شلون يختلف؟ لأن ناس نحن نقول فيه ثلاثة أشياء فيه الرياضات القتالية وفيه المارشل أرت المارشل أرت اللي تشوفها شيء جميل يود يعدك يقلبك وتنقلب ويكسر ويسوون الأشياء اللي تشوفها هي كأرت وفيه الدفاع عن نفس الدفاع عن نفس هو قتال حقيقي هل فيه فائز وفيه خسران؟ فيه أمكان حياة وموت وممكن أحتمال الاثنين خسرانين وأمية بالأمية الاثنين خسرانين لأن في حالة حدوث أي مشاجرة اللي أقدر الله في الخارج فالدفاع النفس تعطيك الثقة في النفس لكن شيء أساسي لازم أنا عرف متى أستخدم نسمو قلنا البطاقة اللي محتاجينها حق التأمين عن نفسه فيه واحد يتعلم بس خلاص يصير عنتر يبي يجرب على طول هذي هذي اللي اللي الناس مكورة تفاق يعني تفرق بينه التفرقة ما بين أنه أنا بألعب لعبة قتالية وكثير من الأحيان يعني نشوف مثلا ما خلنا أخذها مثلا ناخد لعبة من الألعب القتالية خلنا أخذ تاكواندو أوكي تاكواندو أنا بأل بس بدلتي بأرح أتدرب على بعض الحركات القوية اللي تخليني أدوف عن نفسي هل تعتبر التاكواندو دفاع النفس؟ التاكواندو إيه التاكواندو إحنا ناخذ الدفاع النفس كشي شامل هي تعطيك أدوات يعني؟ الرياضات القتالية من بوكسنج تاكواندو مواي تاي كل اللعبات هذه هي أدوات تستخدمها وقت الدفاع عن نفس الخطورة في أين؟ أين؟ تاكواندو في الوقت القلط في المكان القلط مع انتشار طفرة اللي صارت في البحرين في العلعب القتالية ممكن لتودي الشخص هذا اللي منحنا خطر جدا الوعي اللي يصير خصوصا في موضوع الدفاع عن نفس وأنا كثير من الناس ما يعرفون هذي الموضوع يعتقدون أن الدفاع عن نفس أن أنا في حالة الدفاع عن نفس ممكن أسوي اللي أبي مثال أنت ما شاء الله وائد قوي شكرا ويقيت أنا وبديت اللي هوش معاك أو بديت النزال معاك أي في الشارع طرقعتك وأنت قوي قمت كسرت يدي كسرت خاشمي الحين من اللي بدل فايت؟ أنا والكاميرا صورت أنه أنا اللي اعتديت عليك وأنت دفاعا عن نفس كسرت يدي وكسرت خاشمي القانون شي يقول شي يقول القانون يقول عدم استخدام العنف المفرط وإداء جسم الغيب على ضوء ذي شيء أنت ممكن إلا تحاسب على استخدامك العنف المفرط هذي قانون البحرين طبعا في بعض الدول من اللي بدل النزال وهو يتحمل مسؤولية نفسه بس في البحرين وهذه بيّنوا الإعلام الأمني حق وزارة الدخلية بيّنوا هذي النقطة والنقطة جدا مهمة جدا مهمة ليش؟ لأنه ممكن اللي يضيع مستقبل شخص وهو يظن أنه هو يدافع عن نفسه لكن مو أنت تستخدم العنف المفرط توصل لعاهات مستديمة أو تعيق الشخص أو يدش في غيبوبه لا قدر الله الوفاء فهني موضوع الدفاع عن نفس الدفاع عن نفسه مم معنات أنه أنا شون أهجم شون أنا أدافع عن نفسي ودافع عن فكري وما أتجاوز القانون يعني بساطة الدفاع عن نفس شون أطلع بسلام يا سلام عليك كثير إذا تشوف موضوع الدفاع عن نفسه كثير من الناس يقولوا لك لا تعال هذي شي فيك ما يشتغل ما يشتغل أهم يظنون أنه هي رياضة رياضة وفوز وخسارة لذلك تشوف أول سؤال يسألك شنو أكوى لعبة خاصة بالدفاع عن نفسه هذي أول سؤال ينسأل يعني هذي السؤال ينسأل في كل مكان وكان قابل انتشار أن الجيدسو هي الأفضل بعضهم قالوا البوكسينج واليوفي عقب قالوا الجيدسو وعقب مصارعها يعني نود أشيات الأمي الآن أنا كمدرب دفاع عن نفس بتسألني أي رياضة شوف السؤال واضح أي رياضة أفضل أستخدمها حق الدفاع عن نفس هذي السؤال لكن أنا بتيني يقول لي هل دفاع عن نفس بقدر أفوز على لاعب أمي مي؟ لا هل بتفوز على لاعب جيدسو؟ لا لكن نحن نتكلم عن سلامة النفس نفسها وسلامة النفس مو قصدي بس الجسم حتى العقل أحنا نبحثيك تشوف لوحظ أكثر الناس هدوءا من أكثر ثقة في النفس اللي عارف مثلا لو سألتك الحين في تخصص معين أنت متمكن منه وأنا يعني دشيت معاك في نقاش نقاش بتترفع أنت ونفس الشيء ترى المقاتل اللي واثق من نفسه ما يدش في فايت ممكن لي عارف أنه بيعور الشخص هاي يدخلني في سؤال ليش الواحد يعلم أولاده في البداية يعني هما الناس أكثر شي يفكرون أن دفاع النفس الأطفال وذي يكون أفضل من الكبار ليش الأولاده على الشيء وليش الكبار بعدين إني حق الأطفال الأطفال الحياة كلها عبارة عن فايت أنت تقاتل لحق كل شيء حتى في صيامك يرسي تقاتل نفسك عشان أنت تنجح حتى في تقاتل حق تقوم صلاة الفايت كلها قتال كلها عبارة عن إصرار وعزيمة العرب القتالية تعطي للأطفال معنى الفوز والخسارة إصرار للوصول للفوز التقاف النفس اللي تقريبا للعرب الإلكترونية ما تعطي خذت منهم التقاف النفس ساطيك مثال بسيط أي تفضل أنا أدرب أطفال من ست سنوات لثلاث عشر سنة ثلاث عشر سنة وقت التدريب تدربنا أذن مغرب قلت حق الأطفال تيددوا يلا بنسلي قلت لهم يلا نحن كثوات عشر سنة وست سنوات قلت لهم يلا أقيم الصلاة ناضي ذات عشر سنة ما حدا أقام الصلاة زين بتسهل نقول هش دخل إقامة الصلاة بالهلعاب القتالية هش دخل شاب دي بذي عليك نوع نقطة الأساسية تسأل كل أم يباتلي ولدها تبقي ولده يصير قوي وقائد أول شيء أعلم ولدي شون أنا أكون قائد شون أعلم على إقامة الصلاة والالتزام والالتزام فهي هو تولياء الأمور قلت هل يعقل أنا عندي ثلاث عشر سنة أكثر من طالب لا أكثر من طالب ما أحد منهم أعرف إقامة الصلاة وما عند الثقة في النفس حتى يقول حتى في بعضهم يعرفون أو سمع بس مو واثق في النفس ما في ثقة في النفس فبدأت أشوف أن موضوع الثقة في النفس مرتبط بالرياضة بشكل ويد يعني قوي وأعتقد الألعاب حين الموجودة خاصة أن ما في ألعاب التحامية مثل أول يعني أضم ألعب كرة أنت طارح أنت صافق يمكن حين أنك صار أكثر شيء أكثروني الواحد فقد الحسب الواقعية عليك نوع يعني هو يشوف بس لما ينسحب السحبة قوية استوعب الأول ترى هاي غير الحساس دي غير حتى يعني أول ما لا تضربة على أي اليوهل ما يكون مستوعب الموضوع نحن أنا أعطيك يوم وصلنا حق موضوع الالتزام شفنا أننا محتاجين ثقة في النفس أكثر فطرحنا برنامج خاص حق الأطفال لزيادة الثقة في النفس فتخيل المارشال أرت يعلمهم أو حين قلتاني مارشال أرت المارشال أرت يعلمهم المارشال أرت مو الدفاع النافس اللي هو هو موضوع الفن الفن القتالي الكوريين عندهم موضوع الالتزام أن تحط عزك الله نعالتك في ذي مكان الدش تقدم التحية حق المدرب توقف صح توقف صح هالأشي هذي بدأت تنشال من بعض الألعاب القتالية مارشال أرت وهي قتالية الألعاب قتالية مثلا الجوجتسو للحين عن تياسي تكلم عن بعض الجوجتسو عندهم نوعين عندهم المارشال أرت جوجتسو وعندهم لعبة قتالية هي الجوجتسو ولو فرقنا بينهم فتشوف دايما في الالتزام والاحترام والاحترام ما يتحرك ما نوصل لمرحلات اللي يصير في الرياضات الكورية ولا اليابانية لأن واحد يركع حق المدرب لا نحن ما نوصل لذي المرحلة بس مثلا لو هو يتحرك يستاذن يستاذن في احترام هنا تشوف أي طفليين من لعبة كورية ولا لعبة يعني المارشلات قديم آسيوية تشوف عندها الالتزام التام في المقابل أنا أصبح قائد إذا القائد ما في تمرد تمرد ما يفيدني يعني أنا أبي ليهال فيهم حركة فيهم تمرد ولكن نفس الوقت في حدود فمن شدي أنا أبيت ثقة في النفس تكبر عند الاطفال وهذه النقطة الأساسية اللي حطيناها في برنامجنا التدريبي ثقة في النفس شون زينا نتقى في الطفل؟ هذي سؤال وائد أي عندنا كذا قصة من القصص اللي بقولها لك فاضح كنا مكتشفين كنا معتقدين وأنا واحد منهم قبل لتييني بنتي أن المشكلة تكون في الطفل نفسه بس المشكلة مون في الطفل في وليل أمر أعطيك مثال يعني طفل وأنا مقول لك أننا طفلة وعني يعني شاب في 14 سنة تقريبا أبو معه الأبو أه يا الأبو كلمني أنا كمدر قال لي أنا أبي ولدي يدخل عندك قلت له مو مشكلة حياة الله وشنو الموضوع وشي الولد ولا كلمة قلت له خل الولد نشوف يعني يدي شمعون كلاس ويجرب ويجرب ويأخذ راحته ويأخذ قراره ويقول لا 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 خلاص وما بديش معاكم قلت له لازم ناخذ راية قلت له استريحة أنا حسيت أن الموضوع الكنترول عند الأبو فقام الأبو يلاس على الكرسي وأنا يلاست أشر على ولده النقعد فهني اكتشافنا أن الأبو المسيطر على إن شاء الله الحرية من الطهر إن شاء الله يعني مسيطرة تامة فبدأت أقول حق الأبو يعني الولد المعرض لازم يأخذ قراره لازم يكون عنده الراحة في الاختيار في الموافقة فتفاجأت لنا هذا الموضوع الشخصية التي زرعها الأبو بالتسلط على ولده أخذ قرارات منه وهو في سن ممكن أن يأخذ قرار والطبيعي في هذه العمر أن الأصلا الياه اللي يتمرد هذه الكلام أي فجوف هذه بيّل لنا أن المشكلة ليس فقط أننا نعالج الطفل لازم نكون دائفة لذلك خذنا سياسة أننا لا نأخذ أزيد من ثمان أطفال في كلاس واحد بعض الأحيان حق نستطيع أن نركز أننا نكون في تعاون في بعض التمرين نسويه أن ييب أبوك معاك شنو السر أن الأبو يتمرن مع ولده دفع النفس أو قلهم في البيت تعافروا أعيالكم يهدوهم نسلوهم يسيطروا عليهم خليوا يفوزون عليكم وأنتوا يفوزوا عليهم حسسوا أعيالكم بالثقة في النفس شي ثاني الطفل ترى منظره ويأخذ من اللي قاعد يشوفه في البيت رفعت صوتك في البيت يرفع صوته بره نزلت صوتك في البيت ضحكت في البيت بيضحك بره سبحان الله فبداية أنا أشوف أن هاي الأطفال محتاجين رياضة الدفاع عن نفس خصوصا يعني هذه مصطلحة هل التنمر دعنا نقول هاي السؤال الدفاع عن نفس بيحمينا من التنمر؟ أو خلك من ذي يعني هل الدفاع عن نفس بيمنع التنمر في الأساس؟ هاي السؤال الحقيقة لا أوكي يمكن يعني ساعات واحد مثلا خصوصا في اليهول التنمر أصلا بس يعني اليهول عندهم غريزة بدائية يعني التنمر ساعدة يكون تجربة أنا خلات جاربه خلات تشوف مين أقوانا ولا هو صح فيمكن هل يتقصد أنه؟ يعني فيه التنمر أنواء دعنا نقول لك تنمر اللفظي الجسري والجسري دعنا نخذ هالتنينة وأنا برحق الباقي تنمر اللفظي أوكي مجرد يشوف الشخص مو تنمر نفسه أنا مجرد في صالفة التنمر لأنه يطول الوضع لكن مجرد يحس أن الشخص الشخصي تضعيفه على طول يبتدي تنمر عليه هو باللافظي أما الجسري نحن أن الشخص ضعيف أوكي وطيبة عارض الشخصية شوف الشخصية ما راحت فصار عندي بعد عندي التنمر بدأ لحيما احتاجين أن نحن نرفع الشخصية رقم واحد فالثقة في النفس وخصوصا في الألعاب القتالية يرفع لك ثقتك في نفسك فأنت لا تخاف من الشخص المتنمر سواء لافظي أو لا جسي لأن أنت واثق أن لو صار شيء أنا أقدر أطلع منها سالم النقطة الأساسية هذه الأطفال يمكن أن يطول الحديث عنهم لكن بعد في جانب آخر اللي هو الكبار الكبير لماذا يتعلم دفاع النفس؟ لكن أنا قبل أن أذهب إلى الكبار هل مات بيبوني عيالهم هل عام قتالية؟ أي بيقول لك بيين طاق بيتكسر؟ أو أنا والدي أورادي يطاق بعد بودي نادي يتعلمني شوني طاق يتعلمني شوني طاق هذه وايد وايدة والواقع شنو؟ الواقع أن الطاقة السلبية اللي عند الياهل خصوصا الحركة واللي يحب يطاق وجذي كله تطلع في الجن يروح البيت تحصله يتغير سلوكه أهدى يكون أهدى يكون أركد خصوصا إذا كان مدرب ممتاز بحيث أنه يقدر يشوف الأغلاط دي ويكون فيه تواصل ما بين الأم والمدرب أو الأب والمدرب بحيث أنه فيه قصة موري فيه وقت أقولها قول قول أعطيك بس شلون نحن نقدر نقاير شعقية الياهل شعقية الياهل أوكي؟ فيه تمرين نحن نسويه شنو؟ إنه خلي الياهل دي يطيقني بوكس في وابنين حلو؟ عندي ياهل من الياهل ما يأكل أكل صحي نهائيا كلها أندومي والجنك فوق أندومي ما قلت قلت حق أمه الوقت اللي يأكل فيه تفاح ويأكل أكل صحي طرشي لواتساب بدون لي أدري فأنا سوي لهم دي التمرين إنه يطيقوني بوكس كل مرة يطيقني بوكس أقول للي بوكس ما أولك تحبون؟ لأنه أدريب إنه هو ماكل جنك فود اليوم اللي يأكل فيه أكل صحي يعني أضربني بوكس أقول للي اليوم بوكس ما أولك ما طبيعي رفع له أقول لي إيه ماكل تفاح ماكل ديائي وسبانا ويه يقتنع قناعة إنه هو سوى الشي الصحي بس فيه تعاون اللي صاير موارة موارة للقواليس أحنا ما شذبنا على الأهل ولكن هي السالفة لازم يكون فيه قناعة لنا في دي السن وهو يبي يقتنع ويضرب ويقتنع ويقول والله اليوم ولي نروح البيت يقول حق أمه ويقول حق أبوه أنا اليوم طيقت المدرب بوكس حق وابوكس يالا حق وابوكس يالا شوف شون غيرنا وبدأ يأكل أكل صحي عارف إنه عنده تمرين اليوم اليوم اللي ما عنده تمرين يعني هو بدنا حين نشوف شو هنانه هو يومه تركينا فهي يصير شوف هذه القصة من القصص اللي نشوف أمهات اللي يقول لك الله أنا شلون ليش باي بولدي إذا إذا باي هو الردي طيق ولا هو الردي فهذه كل هاي أمور ممكن هاي مثال بسيط إن شلون تتغيرون بعض الأخلاقيات عن طريق الدفاع عن النفس أو أصلا الرياضة بشكل عام الكبار أعتقد لهم دور أساسي يعني لأنهما معرضين إذا ليهال بتنمر الكبار ممكن معرضين حق أشياء أخطر أوه هذي شي من أشي اللي عشت تجرباتها والعيش التجربة هذي أم عطعتني إيهي نقطة التحول حق لوعتك يعني إيه أمية بالأمية خاني نقول أم أنا ما أحب أقول هذه القصة ولكن من الخطورة من الخطورة أن أنت خاني نقول تعصب صح وهذي مصداقة لحديث الرسول ليس الشديدة بالصراع أساسي وقال حق شخص لا تغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب عدل ولا نغضب عدل فمعنات شنو؟ معنات أن أول شي نبي نعلم الكبار لا تغضب وشنو نحن نخلي الشخص يغضب عقب نقول له عقب نقول له لا تغضب استفز هذي النقطة الأساسية في الألعاب القتالية توصل لمرحلة أن أنت تغضب خصوصا لأن أنت في مرحلة أن يعني إذا أنت من قبل ما أحضر بك على وعيك ما أحضر بك على جسمك يعني الأمور موقعة تام شي لصالحك عليك نور أن تحس أن أنت خصوصا في الألعاب القتالية تحس أن أنت اليوم توصل لمرحلة القضاء هنا المدرب يكون ووجود وهني دورة مهم جدا أن يوقف عليك الله أن عرافنا أن أنت عصبت مثلا أنا أعطيك مثال بسيط أنا كنت من الناس اللي عصب وايد من اللوكيك اللوكيك تعفز لي مخي كامل وابتدي عصب لدازة الناء تنفعل سنجربها عليك أيها أيها هذه اللوكيك كان الله يذكرها بالخير بطالنا حسين عياد كان هو يدربنا ومن ضمن الضربات اللي ياتني لدرجة أن أنا يعني وقفني قال لي أحمد راح رايح المدرب موجودي يوقفني مرة مرتين ثلاث عقب بدأ يصير عندي الكنترول ونعرف أن هذه الضربة عليها فأول شيء أساسي عند الكبار اللي هو تحكم بالغرب نعم هنا النقطة الأساسية نعم حين هذه الضربة وأنا في ناري للعب القتالية ويأتني ضربة واحد أشلي بالسيارة أي أوكي أوكي خان نقول واحد يعني لا ما نقول له هو يلعب العب القتالية ونشوفهم أن بعض الأحيان يصير احتكاك في الشارع أو سوء تفاهم نزل دي نزل دي صار احتكاك وتهاوشه هنا الخطورة علشان شنو الشارع ما نعرف في وقت الغضب ذي ش عنده شنو معاراته شنو اللي صاير شنو الموضوع ونوصل لمرحلة في مركز الشرطة كل اثنين خسرانه وكلهم نحبسه أو نكتب شي في ملفهم في شخصيات ضاعت مستقبلها عشان واحدش عليه واحدش عليه شفيك تطالع شفيك تخز وهذه صارت حتى في دول خليجية وشفنا حتى في بعض الفيديوات صارت واحد اشياء بحيث انه بس مجرد بس لو الشخص نفسه يوسع ساد يعني احنا الفكرة الأساسية ان الدفاع عن نفس ما مو بس شي جسدي انتو تعلمون شي جسدي وتعلمون انتم مارين جسدي يكيد هذي امية بالامية بس النقطة الأهم هي الشغلة الذهني انا بقولك اول شي تدربة عندنا ايه اول شي تدربة انت تدرب ثلاثة اشياء امزين اي دي بي اوكي attitude, distance و position attitude اللي هو تصرف أنا اللي نسويت لك شذي يعني شنو؟ بطهوش سويت لك شذي؟ بحدي هل في اختلاف بينهم؟ وائد attitude ما اللي وائد مهم أنا اللي نيت كشرت في واحد وسويت لك شذي يعني أنا بطهوش فالattitude وائد مهم فحن نعلمهم الattitude أول شيء إذا صار أي خلاف بينه بينه تاني شيء distance distance مسافة إذا أنت في يارك سلوح هو شو المسافة بينه وبينه يعني لنتكلم عن سلوح قصي سلوحة بيض لاني أني بينه وبينه أنت يارك أنا في reach مالك يعني أنت تقدير تمت يارك وطقني هذي distance أنا لازم أخلي distance مناسب مع شخص منفعل جدًا والposition هذي من أهم الأشياء اللي هي الموقع position مالكي إذا أنا في مكان محكم وعرف أن الباب هنا وبدأت أنا يصير في لغات أو بدأ توتر زيب أنا أخذ المسافة وأخذ position مالي بحيث أن أنا أكوني من الباب لقد أصار أي شيء أقدر أطلع من الباب تخيل هاي ثات أشياء هل تحتاج أحلي قلتو مانا اي attitude distance position هل تحتاج لعب لعب قتالية لا هل تحتاج باور لا تحتاج فكر فكر أهل لا بعدها عقب مشاقة المخركة هني لغ صار الاحتكاق هني شنو التصرف مالك السليم فلذلك الاتتيوت قلنا أننا لازم تهدى وهذه التدرب عليه وتخيل أن أنت أول تدريب لازم تتدرب و لازم تحفظ و أنت تزرعونه في العقل الباطن صح جو سلام عليكم وهي وهذه الأشياء يعني طبعا الرياضيين نسميه ماصر الممري اللي ذكر العضلية أيوة الماصر الممري بحيث أن صار أي شيء مفلت عليك شيء يكون عندك الرفلاكت الرفلاكت سريعة أو نقول ردة الفعل السريعة الاتتيوت اللي هو التصرف شيء مهم و قلنا المسافة والبوزيشنين الاتتيوت الأساس منه اللي هو الماصر الممري و تبقوا تخلقون من الواحد إذا نحط في موقف من غير تفكير يسوي الشغلة يا سلام عليكم الذاكار واحد من التمارين اللي هي السقوط الواحد شو يطيع يعني صارت حتى واحد اللي قدره للزلق هذا هي هي نفس التمرين نفس التمرين الواقعية في تماريننا هي من أسس يعني حين أنا اللي نيت أقول إش كتر ونقدر نوصل للواقع ونقدر نوصل للواقع حقيقي لأن إش كتر ما خلقت ما خلقت الحس نفس الخوف ما خلقت الأدرينالين اللي بيك التوتر المخاطر نفسه سيد هل بس الدفع عن نفس حق الصفيان لا أكيد البنات بالعكس هتوقع البنات تحتاجونها وهذه من التجارب اللي سويناها سوينا اللي هو family exercise والتمارين العائلي بحيث ننب زوج وزوجة وعيالهم ونحطهم في مواقف ودائما نكون في تمارين نسميها نقول عنها يعني مشافة للواقع بحيث نمهم مثلا في مطعم وصار احتكاكوية الابو وشي صير شنو دور الاب دور الام دور العياد دور الام من اكثر الاشياء اللي صير ان مثلا انا ومع زوجتي انت ماشي خلنا نقول في دولة اجنبية لان الحمدلله احنا في البحرين في اهماء في دولة اجنبية ايا واحد بدأ يسوي مشاكل ويا ايا انا وهما ومو ابو واحد طلعوا اثنين وبدأ وبدأت انا مفعل وزوجتي خلنا فضل تعرف ان انا عصبي ايه وتعرف مثلا شهر عسل لو انت اي اي لازم ترايك انها الرئيان ودي وشيء وان عصبي وزوجتي فهني الدش الزوجة تحاول تهدي تهدي فصير بيننا فمن الاشياء اللي نفهم المرأة ان انت هدشين بين الرئيال نهائيا لان مجرد دشيتي خلاص على طول بدأ الاحتكاك وتشخصان الواضع لان ذلك ممكن لا يلمس وممكن لا يبتدي الزوج يضرب وتبتدي المشاكل انت يبطاري السفر هاي بروح ضابعود بس احنا نبي شوي الواحد يطلع بفايدة يعني مثلا اذا واحد سافر شون الاشياء اللي تنصح هيسويها ودائما يحافظ عليها في السفر ممكن تكون فارق اول شي اول شي اول شي في السفر احرف ان انت هذه النقطة بايد مهمة لا تغضب نهائيا لانك خارج ارضك وجماهيري نهائيا هذه لا تغضب مغرض في البحرين وخارج البحرين النقطة الثانية لازم تعرف يكون عندك حس امني الحس الامني دي شون يعني حس امني ايوة هذي الاماكن ناخذها كمثال حق نسهل الموضوع احنا في لاندا احنا مع زوجتي بنركب الاندرغراوند جماهير ارسنال طلعين من ملعابهم خسرانين وزعلانين وزعلانين وهو الاندرغراوند فل هلأ اركب القطة لا السبب لان في ساعة في ساعة بس هما ذي لمعصبين فما تريش يصير ومو بعاصم بس بعدي ممكن مو في وعيهم ومكان مغلق وما في مغرب ايه احنا قلنا اي تي بي اتتيوت مالك اوكي الديستنس مالك ما بيكون اوكي البوزيشن مالك ما بيكون اوكي ايه فانت في على طول الوعي الامني عندك او مثلا هو كان يامشي اوه في ممر ضيق وشوف اثنينة وظلام على طول ايه عارف ان احنا في مكان الاحين لازم انا اشكل لا لا اه اعطيك مثال ثاني ايه مطعم اوكي لشان المطعم مطعم في الخارج ممكن ليكون فيهم اه عزك الله بار اه ويكون فيهم نوسي ورسي وفي والمطعم او المستفل حصلت طاولة او كان في مجموعة طاولات فاضين اخطر اي طاولة اقرب المخرج ممتوس اجرب طاولة للمخرج وهو دي صارت صارت حك شخص من الناس اللي دربناهم اه يقول كان بعد نفس الشي و مباريات ومباريات وشذي فصارت المشاجرة داخل المطعم بطلنا الباب وطلع عنا كنا مصر انا وانا وزوجتي في السعليم شوف الاشياء البسيطة هذي هل لحين رح نمارش الارت لا هل لعبنا لعب قتالية لا وعي انا نقضي الاساسية هل في عقلية تغيرت ولا لا هادي اهم شي اهم شي بعد غير قلنا احنا لا تغضب وقلنا الحس الأمني يا سلام ايه من الاساسيات الاساسيات لازم عارف قانون البلد نفس يحميني القانون ما يحميني القانون وحين خندخل شوي المارش الارت بتنفعني في شنو؟ بتنفعني في البلانس توازن في الموبمنت بالحركة اهم في البروتاكشن اهم 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 شوف احنا انا يثار تشو وايد اساسية اذا انا ما عندي بالانس ما عندك توازن اهم ما عندك توازن خلاص بطيح انت بطيح اذا طحت يمكن ايه وخصوصا في وسط ناس ولا في كذا واحد حطيب والك ان انت في الشارع مو وان فرسس وان نفسه للسبورت ما برياضة هي ولا فيها قوانين ولا فيها شيء ما تقرر انت يمكن تكون وان فرسس ثري اذا انت ما عندك بالانس لذلك في بعض التمارين عندنا وايد مهمة حق البالانس والناس ما تحبها ولا تتم معهن ليش لانا وحد دوزك وعلى ساحبك بالانس اقوب عندني موبمنت الحركة الحركة لازم ما تحرك عارف شوانا تحرك ما تحرك وانا مقمب تحرك وانا بطل عيني عارف وان رايح ش قعد أسوي اهنين نقطة اذا في تدريب بيكون ان انت تقدر تشوف من يزيل الخوف تبتلي ما تشوف شيء صح اقوب هاي شونا بروتاكشن بروتاكشن حماية الحماية احنا وايد نعلمك على الحماية قبل ان اعلمك على أتاك ام على الأول من غلطة صح لان الحماية هي اللي اللي قصد بينها انت تحمي روحك تحمي روحك من اي احد مثلا خلنا اخذ انها واحد يا يبي ضربك على الأقل تعرف شون تحرك راسك تحمي راسك حل تحطي يدك بينك وبينها وشون انت على الأقل تأخذ المسافة في الختام يعني اتوقع الكلام بطول لكن ثلاث اشياء ذي بس لو نطلح فيها بروحة فائدة ان الواحد اذا سافر اول شيء عارف قوانين البلد ولا تغضب لا تغضب بايد مهمة وهي الحس الامن واعتقد هاي يعني سبحان الله حتى في استقرام الفيديوهات هي ساعة وعي الواحد عن اشياء ممكن تصير في الخارج مميز مميز كابتن احمد واي استفدنا وياك واعتقد الموضوع وايض في تفاصيل الله يحضر اكسر بس انه نطلع بالفوائد دي هي بروحة اكفية شكرا الله يحضر اكسر الله يحضر اكسر